بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بحر العلوم عدد الملائكة والنجوم وعدد حروف القرآن وأسرارها المنزل على النبي العربي المعصوم أدعو الله تعالى أدعو ربي أن يخلصني وإياكم من ظلمة الغفلة والبعاد وأن يمنحني وإياكم دوام الدكر وحسن الاعتقاد وأن يمنن علينا بما من به على أهل التقى والوداد إنه سميع قريب مجيب دعوة الداعي والمضطر أحبابي الكرام أيها الأعزاء الفضلاء الله الشاهد المطلع على أفعال مخلوقاته القائم على خلقه المهيمن على أعمالنا الرقيب الحافظ لكل شيء الذي يشهد خواطرنا ويعلم سرائرنا ويبصر ظواهرنا فعليكم فعليك بالأخص أيها الطالب السالك الداكر لله تعالى أن تكون مهيمنا على نفسك وأن تحاسبها وتراقبها في كل أمورك ومداومة ذكر الله اعلم أن مداومة ذكر الله عز وجل وردا عقب كل صلاة على الأقل مئة مرة لما؟ لأنها تنير القلب بنور الإيمان وتذهب وساوسه ونسيانه وتقوي حفظ الذاكرة ذكر الله يذهب الوساوس والنسيان ويقوي حفظ الذاكرة والتعلم حبيبي طالب أن الذكر أسرع في الفتح والقبول الذكر ذكر ذكر الله أسرع في الفتح والقبول ف تشرق عليك أنوار الوصول إذا كنت من الذاكري فإنها تشرق عليك أنوار الوصول وتشيع من أنفاسك بركات الرسول الصبور وإن أنت ذكرت ربي وربك بالقلب بقلبك ذكرك بكشف الكرب عنك يكشف عنك الكروب والأمراض والوساوس فالطالب والطلاب السالكين حول وموارد الله عز وجل وموائده حائمون والمحرومون عجزاً عن بلوغه حاجمون لا ينال هذا العلم إلا الموفقون من الشيوخ الربانيون لا يوفقوا ولا ينال هذا العلم إلا الموفقون من الشيوخ من العلماء اعلموا جيداً أن هذا العلم الشريف قد عطلت في هذا الزمن مدارسه وعدم في هذه الأيام طلابه وممارسيه وخلت دياره من أربابه غير أنه غير أنه قد وقع في أيدي جماعة هم أسراء التقليد محبوسون على التقليد يتعاطونه من غير توفيق وتسديد يتعاطون هذا العلم الروحاني من غير توفيق وتسديد تجدهم تجد هؤلاء يحومون في مقاصده حول القيل والقال مقتصرين من تقاريرهم على ذكر المقام والحال فهيهات هيهات فهيهات هيهات التنبه للرمزة الدقيقة البرهان والتفط لللمحة الخفية المكان فأكثر المقلدين حرموا توفيق الاهتداء إلى ما فيه من مطويات الرموز والأسراء اعلموا يا أحبابي الكرام العلم أن العلم حياة النفوس الناطقة العلم مخرج للقلب من ظلمات الطبيعة التي غشيت النفوس الحائية وحجبتها عن عالم الحياة بزخار في الطبيعة المونقة عندما لا يبسر الحقائق الروحانية الربانية وليكن في علم الطالب في علم الطالب سالك للروحانية أن الحروف تلاتة أنواع الحروف أقولها وأكررها تلاتة أنواع حروف فكرية بالفكر وحروف لفظية باللسان وحروف خطية بالقلم فالفكرية صورة رحمانية في أفكار النفوس مصورة في جواهرها واللفظية هي أصوات محمولة في الهواء مدركة بطريقة الأذنين بالقوة السامعة أما الخطية فهي نقوش خطت بأقلام في وجود الألوح حبيبي طالب أيها السالك علوم الأولين إذا كنت تريد أن تحصل على علوم الأولين إنك لن ولم تنل العلم إلا بستة أشياء وما هي هذه الست الدكاء الاجتهاد الحرص بلوغ صحبة شيخ متمكن متضلع وطول الزمن وقليل من يتمتع بالمنح العالية أما الكثير من الجهال فهم ممنوعون من هذا العلم فلن أعطي دروسي لمن لا مستوى له إلا إذا صادفت أهل العلوم والحكم لذا أرجو من العلي القدير أن تصادف دروسي هذه المستحقين وطالبيه وأرجو من العلي القدير أن يعمل من تصادف بعلوم هذه بدروس هذه أن يعمل بها ويدعو لي بالمغفرة والرحمة ولوالدي ولشيوخي الكرام أما الآن يا أحبابي الكرام أحوم بكم في قمم هذه القناة الرائدة رائدة بمعنى الكلمة رائدة في الروحانيات والآن يا أحبابي إليكم هذا سر في جلب الأموال والأرزاق والخيرات بالمتلت بهذا المتلت بهذا المتلت انتبهوا جيدا هذا المتلت الذي هو أمام عينكم بعطادين زهاجين واحين المفتاح واحين أخذنا أخذنا بد واحين الباب والدال والوا والحا ولكن إذا حسبنا جمعنا أعددنا واحد زائد اثنان ثلاثة زائد ثلاثة ستة عشرة خمسة عشرة إحدى وعشرين تمانية وعشرون إلى الآخر نجد خمسة واربعون خمسة واربعون عدد أبينا عدد اسم أبينا آدم عليه السلام أما إذا أخذنا إذا نحن جمعنا بيوت المتلت هكذا قلت بطادي زاهاجين واحين تجهد خمسة واربعين هذه هي المساحة مساحة المتلت هي على عدد أهدم عليه السلام وإذا أخذنا على بركة الله إسمين من أسماء الله الحسنى واحد وهاب واحد وهاب وحدفنا الحروف المكررة الواو عندنا مرتين أخذنا واحد الألف عندنا مرتين أخذنا ألف واحد الحا ثم الدال ثم الها ثم الباء بقي معنا ستة حروف ستة ستة حروف عدد هذه الحروف هي الواو بستة الألف بواحد الحا بتمانية الدال بأربعة الها بخمسة والباء بإثنين إذا جمعناهم يعطينا ستة وعشر نعلم أن البسمال الشريف عددها ألف وستة وعشر ألف وستة وعشر منهم من يعودها ألف وسبعة وعشرين يجعل بسم الله الرحمن الرحمن الألف دي الرحمن يدير ممدود هو عندنا في الدراسات بأن مرشوق وليس بممدود مرشوق الألف المرشوق أضفنا إليها مساحة المتلت عدد آدم أعطتنا ألف وإحدة وسبعين قسمناها على ثلاثة قسمناها على ثلاثة نظر إذا قسمنا إذا طرحنا العدد على ثلاثة نضع المفتاح بدون كسرون نضعه في القطب في القلب في الوساط المتلت نظر أعطتنا 349 ونسير بالإثنين بزيادة 2 349 زائد 2 زائد 2 351 زائد 2 353 زائد 2 355 زائد 2 357 زائد 2 359 زائد 2 361 زائد 2 366 زائد 2 356 إذا ضلعنا هذا المثلت ضلعنا نجد أن الضلع 1071 هو العدد المطلوب تابعوا جيدا أما هنا إذا أخذنا 45 نقصنا منها 26 هذه الحروف نجدها 19 19 هي البسمالة هي البسمالة هو عدد طاز جين طاز جين هذا 19 عدد البسمالة أما إذا عددنا طاز جين نجد الجين ب3 وزي ب7 هي عشرة زائد 9 هي 19 هو عدد البسمالة طاز جين تابعوا زيدا تابعوا إلى العرش ثم اللوح ثم القلم العرش واللوح القلم نعم هنا يا أحبابي هذا المثلت السابق اللي هو القطب ديالو 357 نصطر وتكون خانات متساوية أنا أعطي البروس لكن أنت عليك أن تأخذ المصطرة وتكون خنادي المتلت لأن المتلت هو سيد الأوفاق تنقله هنا محاط بقوله الحق وله الملك الله جل جلاله محمد رسوله أبو بكر رضي الله عنه علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه و اللهم يا واحد يا وهاب هب لي ملكا ومالا ورزقا ها حلالا طيبا مباركا فيه إنك على كل شيء تحطو بهذا الطلب اللهم يا واحد يا وهاب هب لي ملكا ومالا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه إنك على كل شيء هذا الوفق يكتب بمداد طاهر وتعزم عليه ألف وواحد وسبعين مرة بهذا الأسماء بالإسمين واحد وهاب واحد وهاب واحد وهاب واحد يواحد يواهاب يواحد يواهاب عدد ألف وواحد وسبعين لكن على رأس العقود أقول على رأس العقود توكل تقول اللهم هب لي ملكا ومالا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير ببركة هذه الاسمة على رأس اللولة وعلى رأس السبعين وعلى رأس المئات عشر مئات وتبخره بالغالية المغطوصة في المسك ويضمد هذا الجدول بالمسك والغالية وتجعله في صندوق محكم أو في مكان بيت محكم وتداوم على هذه الاسمين يواحد يوهاب يواحد يوهاب دائما ضبر كل صلاة والله اتم والله إنها لا مجربة صحيحة كيف لا وهمها أسماء الله عز وجل وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم وتنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وتابعيه وتابعين التابعين وعلينا معهم كذلك يا رب العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في السماوات والأراضي في العالمين في العالمين ولدنا وولدكم يا رب تغفر لنا ولهم ابني لنا ولهم عندك قصورا فخمة في جناتك جنات النعيم حفظوا لذاتنا ونساءنا وشيوخنا وبلدنا وملكنا ومراءنا حفظ جميع المؤمنين والمؤمنات من الزلازل والحروب والبراكين والأمراض ولذاتنا فقهم في الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا